المرسوم. بل سامان اه انتها الداول هذي ختمت لشيراي في المرسوم اربعة وخمسية. اي مسالش مسالش. انا يظل اكثر نصوص تهد الحقوق والحريات. عنا نص امر ثمانية وسبعين متاع الحال. حال طوارق. اللي هو في ظرفي عنده ظرفية عنده ظرفية معناها تاريخية متاع اضراب بستة وشين جامعة ثمانية وسبعين. واللي هو بيده قيس سعيد قرأوا مخالف للدستور عنده سنوات هذي. ونجد ناكد المحكمة الادارية صدر تعديد الاحكام وتقولوا فيها ان هذا الامر مخالف للدستور. هذي حين في مدى احترام قيس سعيد لاحكام القضاء. معناها طب غير احنا نراه اه نظره معناه السلج معناها. حتى اعمل اللي تحب مش في طبق قيس سعيد. وهذه صارت المرة الثانية في احكام المحكمة الادارية بخصوص القضاءات المحفيين. كذلك لم ينفذ. هذا كان نعتبره امر الاستبداد. طوى انا هذا المرسوم مرسوم مرسوم فاشي بالنسبة لي. خطر انا طوى بشي اللقصه بتاتر خنفوح القادة. انا نعتبر اللي طوى في وضعي بدينة بالدكتاتوري خاصة بامر سبتمبر الفين واحد وعشرين. والدكتاتورية من مفهوم القانوني. هي اه 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 السلطات من قبل شخص واحد. وهي مفهوم من القانون العام الروماني. عن دكتاتور. سلوية كابارتولي بووار. امر قانونيا نحكي تقنية ومن ناحية القانون العام القانون الدستوري. كان نظاما دكتاتوري. تعدينا الى مرحلة ازدنا العقيدة. تعدينا الى مرحلة الاستبداد. الاستبداد هو تضييق الحريات. اه احنا طوى ولهنا يتونجعوشي النص متى حزب العمال. الى منظومة طوى جدنا كوش اخرى نظام فاشي. نظام الفاشي شنوه? اللي يقرأ شوية الربوبة متاع الفاشية. اكبر منا هو هتلر وموسيلين. هو اش تعمل? هي اجسام الوسيطة. بخلاف الشعبوي. لا اجسام الوسيطة الكل تترحل. والا تبقى البعض منها لكنها مدجنة. معها خلق. فصل المجتمع الى اقليات. كل اقلية تحطها وحدها. وتفتقها. القضاء وحدهم. رجال العمال وحدهم. المحتكرين وحدهم. رجال العلام وحدهم. السياسيين وحدهم. وبدأ فشح كل واحده اللي يجيزال. وتضربهم. احنا اذا انا بالنسبة ليا هذا نص فاشي. نص فاشي. لا او نعطيك نص فاشي. مرسوم اربعة وخمسين. اللي ركز عليه برشا ويكتب واحده قايز سعيد. اكتب الشركات الاهلية واحده الاحتكار واحده الدستور واحده. اللجنة الوطنية هذه كمتاع الصدق باللعيد ومين محفوظ واحده. واكتب هذا واحده. والحال كان جاي عنده نفس ديمقراطي. فما ترسينا وقال قلتوها برشا خاصة انتي سرحانة كده عليها. فما ترسينا من القوانين اللي تمنع الثلب واللي ديعا بالبنة. المجلة الجزائية. ومجلة اه. اتصالات. اتصالات. اتصالات ساحية. والمرسوم متاعكم. مية وستاشة. فما علش تزيد. احنا نقشين هم. ونزيد. نسب غنفاشية متاعه. وقت البي ووقت فرنسا. كي كنتوا نسب البي ونسب بوركيبة. الله يرحمه. ثلاث سنين حبس نشد. ثلاث سنين. ثلاث سنين. اكثر من ثلاث مئة في المئة. كي بدأ موظف عمومي ولا كتبدا اه. اه اه. خلصت كنسدقى اللطف عليه. خلصت بانسيبوش انا نهترمه. اه. حركة الوطنية كانت تناضل ضد العمليات هذي في الوقت هذيك يعني. دونك في الطنب والاستبداد والاستعمار والبيت. ثلاث سنين. باللانفلاشن سيلاوي الانفلاشن ديبان بناء. واكثر من ثلاث مئة في المئة. لو كان جي عنده نفس ديمقراطي. بالنسبة لي. الوقت اللي عداه. بشي عمل هدايا المرسوم اربع وشرين والنحايا الاستاذ اللي احياوي اللي قال على الاقال يحتاج لتنقيح. كان ركز على حاجة اهم الفين مرة منها وجدها واسل منها هي المرسوم المحكمة دستوري. راهي حاضرة. هدايا يوري يحب يفتق غنائي واحمد سواب وما شابها وغاز الشواشي. اما الشي اللي نجم يقيد له من سرطة الاعتباطية. فهي منبوذة عنده. وبش تتعدى القانون هدايا المحكمة المزلس النواب. استنى يا جيزة. هدا جيك بالقابة من بيزة. سواء انتعلق الامر بالمرسوم. بالمرسوم. اني شفت من مستوى اللهم صل يعني بي. شيء مهول شيء مهول. انساء الله عندنا كتلة خمسة وعشرين فيليا فيها ثمانين نايب. انساء الله يقلبوا الموازين. خاطر عندهم توا تقريبا عندهم من النسبية للاغلبية المطلقة. اللي هي اه اثنين واثمانين هكا استنى. اه 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 اول صحافي براماني. عادة بسالة للمحكمة دستورية ايه ايه. كان عام ونص عامين ويخرجوها. معنا انت مرردنا من حرط الدكتاتورية الاستبداد الى الى نظام الفاشي. قتلك نظام اه من من دكتاتورية. اه استبدادية فاشية. الان احنا في نظام فاشي. قتلك بوادر الفاشية بدأت تتقدر. بوادر الفاشية. انا في عام ونص وتعرف اليوم شعمل. يوم عند ميلاد خمسة وعشرين جويل يا راهو. عام وتسعاشهر. عام وتسعاشهر. واذا كان عمل الشعبوية والاستبداد والدكتاتورية وبوادر الفاشية. الارقام الكل حطمه. واه. بها ايه خانس مع اه سيحاتهم الى.